السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في التاني حلقة من سلسلة ما يطلبه المشاهدون بالذات الافكار الغريبة العجيبة اللي فيها حركات بتجيلي رسائل وطلوات كتير لطريقة عمل بعض الافكار غير مفيدة لكنها ممتعة تحديات بقى او مستحيلات تشوف تحب تسميها ايه ويلا بنا نبدأ مع بعضين بسم الله هنبدأ بقطعة خشب سولد حتة واحدة يعني من خشب السويدي دي حتة 13 في 9 بصمك 3.5 سنة وحبدأ بقى ارسم عليها التصميم بتاعي الجزء اللي بظلله هو الشكل اللي انا اكيد هعاوز اقصه باي بقى منشار اركت او يدوي او منشار رأسي او منشار الطاولة فيلا بينا برفع السلاح طبعا للمستوى المطلوب وبستعمل بقى الدليل العرضي المتحرك في منشار الطاولة وببدأ اشيل الجزء المظلة باكل من طرف العلام من ناحية وبعدين اضبط الخشب على طرف العلام التاني واكله بالمنشار وبعدين بقى ببدأ افرغ الجزء اللي بينهم على كذا مرة باني احرك وكملي كل مرة واعديه على المنشور تمام كده عملت اول تفريغ وحكمل بقى بنفس ذات نفس الطريقة باقي العلامات اللي عملتها تمام كده خلصت كل التفريغ ممتاز نرجع بقى للبنك وفي بقى كذا طريقة عشان نعرف ندخل المصمار جوه الخشبتين اللي في النص اصعابهم هي ان انا اغلي الخشب في مياه لمدة 15 دقيقة وبدغط على الطرف ده بقمتة قوية عشان اقل الارتفاعه واسيبه بقى يوم او يومين ينشف وبعدين اعدي بقى المصمار بتاعي من الخشبتين اللي في النص وارجع اسخنه تاني على مياه حيفرد معايا حدو تكبيره هي طريقة حلوة بس بتياخد وقت كتير لكن الطريقة الناهية او الاسهل وهي اني بكسر الطرف ده يعني خشب الياف واسعة وحيبقى سهل كسره ان شاء الله خلينا الاول نجرب برفعه على خشبة تانية وامسكه بقامطة او كلامب وبس تعمل بقى شاكوش تقيل شوية واكسر الطرف ده دب اتكسر حتة صغيرة بس ندرب تاني اهو كده اتكسر الطرف كله ده الطرف اللي اتكسر تلع كزة حتة لو نيوت بقى في دماغي اني يكمل عليها في الخشب واسعة وحدداري اي عيوب او مشاكل بصوا المنظر من غير حتى اي غيرة الخشبة كأنها حتة واحدة مش باين اي حاجة طب ما نكمل افك مقى الخشبة وهعاوز اعمل ثقب يعدي من الحتتين اللي في النص ففي النص كده هعمل ثقب بس عشان الخشب ما يتكسرش هحشيه في النص حتتين بواقي واعمل بقى الثقب ببنطة اكبر ملي من مقاس المصمار اللي انا ناوي استعمله قادي ثقب اهو معادي فيه الخشبتين حلو ومقاس الثقب ممتاز بالنسبة للمصمار نخش على تقفيل القطع اللي اتكسرت بالغيرة بقى مع فرشة صغيرة هابدأ الاول اجمع الاجزاء اللي اتكسرت وامسكهم بقامطة واسيبهم شوية اهو قادي النتيجة ولا اي شرخات ولا اي شيء كمان بعد الصنفرة هتبقى مية واحدة وابدأ بقى الزق الخشبة كلها في الشكل بتاعي برضو بالغيرة وبعدين بقى حمسكه بقامطة واسيبها تنشف شويتين حلوين بعد ما منشفت هتديله شوية صنفرة على ورقة مية وخمسين مثلا وبخشبة رفيعة ملزوق عليها حتة صنفرة هنعم الاجزاء الداخلية وطبعا بعد كده هتديله وش ديك اويل عشان يبقى شكله امور ويجذاب اه مش محتاجة كرر ان الافكار اللي هنقدمها في السلسلة دي هي طلباتكم فما حدش يقول لي دي افكار قديمة او موجودة قبل كده الهدف من السلسلة دي تبسيط الافكار وتوضحها فنستمتع مع بعضينا وبلاش تنمر على طلبات حبيبي متابعين القناة شكلها عجيب غريب يا كاد يكون مريب وكل اللي شافها استغرب وكل اللي جي في باله ان المصمر مقصوص وملحوم جوه الخشبة كويس يبقى دخلت عليها يلا مش حصيكم باعلايك والشير وان شاء الله نتقابل على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة سلام عليكم